وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا القائل سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا القائل سبحانه طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين كان قرآن يمشي بين الناس صلوات الله وسلامه عليه كما قالت أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فنحن لا نقول بالتجسيم ولا بالتشبيه ولا نقول بأن القرآن مخلوق حاشا وكل وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن حول أخلاق القرآن في حياة الناس وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق سموا وصدقا وعظمة وروعة وإجلالا وخشوعا ونسكا وإبداعا وعملا وعطاءا ووفاءا وأمانة إلى غير ذلك من أخلاق القرآن الكريم فصلى الله وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن القائل ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة والأخوات طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا أحبة في الله أتعمد في بداية كل لقاء من لقاءات التفسير القول إن العلوم وإن تباينت أصولها وتنوعت وتعددت أبوابها وشرقت وغربت فصولها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها مهرا إلا أن أغلاها مهرا وأعلاها قدرا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا وأقوامها قيلة علم التفسير لكتاب الملك القدير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها وشرف كل علم بشرف موضوعه شرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومدده لازلنا مع البسملة مع بسم الله الرحمن الرحيم اسمع الرواية الجميلة دي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال عمر ابن أبي سلمة كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة غلام صغير بيجلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام يمدي إيده هنا مرة وهنا مرة ومن أمام النبي مرة ومن أمامه مرة يعني إيده بتطيش في الصحفة يعني في الإناء الذي وضع فيه الطعام انظر إلى أعظم مرب عرفته الدنيا وإلى أشرف معلم عرفته الأرض يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله الله سم الله يعني يقول بسم الله وده الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطعام بسم الله طب ما نكملها مولانا بسم الله الرحمن الرحيم ما تخلك متبع أفضل يا أخي قال ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرور بسم الله الرحمن الرحيم لكن هو قال بسم الله آه أنا محب أنا متبع أنا ماشي على الدرب أنا كل اللي أولوح أولو لا زيادة ولا نقصان لأن ما ينفعش أنا أأتي بالزيادة وإلا ينفع التهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قصر في البلاغ ونسي هاتين الكلمتين لا والله لا ورب الكعبة والله ما قبض الله روحه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الدين وأتم النعمة اليوم كان على عرفة في حجة الوداع نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما ينفعش ولا كلمة واحدة أوعد زود حرفا على قول رسول الله اتبع اتبع هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح وهذا هو الحب الحقيقي لرب العزة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحب الحقيقي لحبيبنا المصطفى من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء لا 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 تاني بتقول ليه بالراحة شوي عاوزين نسمع الكلمتين دلتاني الله يبركلك طيب ما تدفع بقى ادفع التمن صلى الله عليه وسلم لا تغفل عن الصلاة على حبيب الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم قال من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء اللهم ارزقني وإياكم حبه وحب حبيبه المصطفى وحب آل بيت المصطفى وحب أصحاب المصطفى وحب المؤمنين والعلماء الصادقين إنه ولي ذلك والقادر عليه يا سلام ما أجمل الحب وخلي بالحضرتك هتحشر يوم القيامة مع من تحب ففتش الآن من تحب من تحب لن تحشر يوم القيامة إلا مع من تحب والله لو قمت بين الركن والمقام مئة عام تعبد الرحيم الرحمن لبعثت يوم القيامة مع من تحب والله لو مت بعد هذه العبادة وليس في قلبك حب لأهل طاعة الله وليس في قلبك بغض لأهل معصية الله والله ما نفعك ما قدمت وما بذلت في دنياك لابد أن تكون على يقين أن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أنس يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب قال أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وأنا أقول معكم جميعا اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي ونسألك يا رحمن يا علي أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر علي كلام جميل اسمع المرب والمعلم يعلم عمر ابن أبي سلمة الغلام عمال يأكل إدو عمال تطيش في الصفحة في الصحفة أي في الإناء هنا شوية ويبمن هنا شوية ومناش فالرسول قال يا غلام سمي الله اذكر اسم الله تبارك وتعالى علم ولدك حبيبي في الله وعلمي ابنتك وولدك أيها الأخت الغالية الفاضلة سمي الله وكل بيمينك ده أدب تاني مهم جدا في كثير من أحبابنا وإخواننا يأكلون بالشمال ربما يستحي في المحافل العامة أن يمسك الشوكة مثلا باليمين لأن البروتوكول بيقول إن الشوكة بالشمال لا يا أخي لا الكتالوج اللي يجب أن تمشي عليه والهدي الذي يجب أن تتبعه هو هدي المصطفى لا وأنت في غاية العزة وأنت في غاية الشرف يعني حضرتك ترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء وأنت تأكل بيمينك أمام أهل الأرض لأنك متبع لأشرف أهل الأرض ولسيد أهل الأرض ولدرة تاج الجنس البشري كله محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا حرج أن تستعين بالشمال في التقطيع مثلا ويعني لا حرج أن تسند يدك اليسرى يدك اليمنى في الطعام لكن احرص على أن ترفع الطعام إلى فمك بيمينك فأنا لا أحرم عليك أن تأكل بالشوكة والسكينة أبدا لا أحرج عليه لا أكل كما شئت وكيف شئت بالوضع الذي يريحك ويسعدك لكن لا ترفع الطعام أخيرا إلى فمك إلا بيمينك ودرب نفسك على ذلك لأنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمي الله وكل بيمينك والأدب الثالث وكل مما يليك يا الله فيه أدب في الدنيا أعلى من هذا الأدب ها تقول لي بروتوكول أو تقول لي إتيكيت محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا الأدب وهو الذي علم الدنيا الخلق الرفيع العالي سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك أدب عالي طيب وضع الطعام عم الشيخ وكنت جائعا جدا وأنسان الجوع ذكرى بسم الله وارد قد يقع كثير مننا في هذا الحجعان والطعام مش الله جميل ورائحته يعني تملأ الأنوف وتحرك البطون وتداعب المعدة وقد يجلس الإنسان على الطعام ويهجم على الطعام ويأكل وينسى أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى يعمل إيه اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما سبلنا حتى دي والله علمنا الأدب كيف نفعله في مثل هذه الحالة روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسيه أن يذكر اسم الله تعالى في أوله يعني في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخرة الله اتحلت المشكلة يا سلام على الأدب العالي والغالي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت خلاص ما فيش مشكلة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الأمة دي أمة مرحومة يا أخي والله العظيم أمة ميمونة وأمة مباركة وأمة مكرمة والله العظيم أنتم أشرف خلق الله في أرض الله والله أنتم أطهر خلق الله في أرض الله والله أنتم أعز خلق الله على الله في أرض الله أنتم أيها الموحدون أنتم أيها المحبون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعى تخاف أبدا ما تخفش أبدا ما دمت موحدا لله جل وعلا ما دمت محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول هلك بكل قلبي وبكل كياني وبأعلى صوتي ووجدت أن لو صرخت لأسمع كل موحد على وجه الأرض لا تخف لا تخف ما دمت موحدا لله ما دمت متبعا لرسول الله وإن زلت قدمك حبيبي في الله في بؤرة معصية أرفع قدمك واجذب ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي واغسلها من جديد بدموع التوبة ودموع الأوبة ودموع الندم واطرح قلبك بين يدي ربك جل وعلا ومولاك بذل وانكسار وكن على يقين مطلق أن العزيز الغفار سيفرح بتوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار ده قرآن وسنة قرآن وسنة ما تخفش أبدا ولا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا يا حبيبي في الله أنا عارف الواقع عارف واقع الأمة اللي أنا بكلم عنه ومع ذلك بقولك أنت أشرف مخلوق في الأرض بتوحيدك لله مش ممكن أبدا نساوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وبين موحد يسجد باكيا لله يقول سبحان ربي الأعلى ما ينفعش يا جماعة نسوا بنده وبنده مستحيل مستحيل وربنا قال ذلك أفمن كان مؤمنة كمن كان فاسقة لا يستوون لا يستوون وربنا جل وعلا يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وربنا جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين والمراد والمجرمين هنا هم المشركون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أبشر بفضل الله عليك إذا نسيت لا حرج عليك حتى لو نسيت صلاة حتى لو نسيت صلاة ما عليك فقط إلا أن تقوم بحب إلى آداء هذه الصلاة إن تذكرتها يا سلام يا سلام قال صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة الرحمة المهداة قال بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي من نام عن صلاة أو نسيها ممكن واحد ينسى صلاة أيوة ممكن يا سيدي أيوة ممكن ينسى صلاة سبحان الله وإلا ما شرع لنا النبي هذا التشريع من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك في أروع من كذا في أرحم من كذا في أرق وألقف وأحن من كذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك صلى الله عليه وسلم فلو نسيت أن تذكر اسم الله في أول الطعام فقل في الوقت اللي تذكر فيه أنك نسيت قل بسم الله أوله وآخره قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فليقل بسم الله أوله وآخره فليقل بسم الله أوله يعني أول الطعام وآخره يعني آخر الطعام طيب ويستحب أيضا عند الجماع عند الجماع هذه مسألة في غاية الأهمية ونعلم أن كثيرا مننا قد يغفل عن ذكر اسم الله في هذا الموضع يا شيخ محمد تبتقول إيه هو ينفع في الوضع ده أن يذكر الإنسان اسم الله آه سنة ده ما ينفعش أنك تغفل في الوضع ده عن ذكر اسم الله لأن ده له عواقب وخيمة جدا غفلتك عن ذكر اسم الله في جماعك لزوجك له عواقب وخيمة جدا لا يعرفها كثير من إخواني وأخواتي يا الله بعد ذلك تقول ده الود شطان سبحان الله الود زي الشطان الود متعفرت الود عفري تركبه الود جنم عفرته مش دي كلمات بتتردد في كثير من بيوتنا تعرف السبب الغفل عن ذكر اسم الله أثناء الجماع يا شيخ تقل يا شيخ محمد الله ما جعلنا ويكون من المتقين معك دليل على كذا آه مش احنا اتفقنا ما فيش كلام إلا بدليل هات الدليل خذ كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله أي أن يجامع أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا الله الله دحنا فعلا في غفلة عاوز حضرتك تعكد تتذكر كم مرة ذكرت اسم الله حين تقبل على أهلك قليل جدا طيب وعلى الزوجة أيضا أن تذكر اسم الله وأن تذكر زوجها وأن تذكر زوجها في هذا الموضع والموطني الرقراق الجميل أنا أقول بأن هذه اللحظات من اللحظات التي يجب أن تجسد مقدار السعادة بين الزوجين لا ينبغي أبدا أن ينظر الزوج إلى هذه اللحظات على أنها لحظات في جولة من جولات المصرع الحرة أبدا ولا ينبغي أبدا أن ينظر الزوج إلى هذه اللحظات على أنها استمتاع معذرة في اللفظ استمتح حيواني لا علاقة له أبدا بالعواطف والمشاعر والمحبة بين الرجل ومرأته إطلاقا الإسلام ما ترك شيئا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء يا أخي حتى وأنت في هذا الموطن أنت تبدأ ببسم الله لا إله إلا الله لأنك في طاعة لأنك في عبادة عبادة يا شيخ عبادة إيه أيها والله عبادة أنت في طاعة وأنت في عبادة لله معاك هتقول كمان معايا دليل على دي أيها معايا دليل على دي ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور يعني أصحاب الأموال خدوا الأجر كله ليه قالوا صلون كما نصلي أمرتنا بالصلاة فصلينا فصل أهل الفضل والمال أمرتنا بالصيام فصلنا فصام أهل الفضل والمال ولكنهم سبقون بأموالهم وزكواتهم وصدقاتهم ذهب أهل الدثور بالأجور فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أي بما زاد من أموالهم فقال صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به ده كلام للفقراء أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة اسمع وفي بضع أحدكم صدقة البضع في اللغة الفرج فرج الزوجة أو الجماع ذاته البضع في اللغة في اللغة له معنيان البضع هو الفرج أو الجماع وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر قالوا نعم قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر فهذه طاعة فتبدأ هذا العمل ببسم الله لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فليقل بسم الله يا سلام بسم الله بس لا أخذ بالك من الدعاء الجميل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني إن قدر الله عز وجل في هذا اللقاء ولدا أو بنتا بين الرجل وزوجه وذكر وذكر أي الزوجان اسم الله جل وعلا لا يضر الشيطان هذا الولد أو هذه البنت هذا قول الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى والحديث رؤى البخاري ومسلم نعم ربما في اللقاء الذي يقدر الله فيه الولد يغفل الإنسان ويأتي الولد ثم بعد ذلك يذكر عشان واحد يقولي الآن أنا تقريبا ما فيش يعني مرة إلا وذكرت اسم الله مع ذلك الود شيطان الود متعفرت يا مولان لا يقينا في اللحظة أو في اللقاء الذي قدر الله فيه الولد غفلت عن ذكر اسم الله جل وعلا وغفلت أو غفلت عن هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا أيضا من الأحاديث الجميلة في فضل البسملة نقول لده لسه في فضل بسم الله ولسه موضوع تاني في المعنى موضوع كبير خالص طيب في فضل البسملة روى الإمام مسلم روى الإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ والإمام أبو داود في السنن وكذلك الترمذي في السنن أن عثمان بن العاص رضي الله عنه أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه خلي بالك والله لأننا جميعا نحتاج إلى هذا الحديث ذهب عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم كتير جدا من إخواني يقولوا لي فيه وجع في الجسم أنا مش عارف له سبب ذهبنا إلى الأطباء وإلى آخره ومع ذلك إحنا مش عارفين سبب إطلاقا لهذا الألم لهذا الألم في الجسم خلي بالك من الدوة ده لا صرف لك إلا لادي بيد النبي صلى الله عليه وسلم أو من يد النبي صلى الله عليه وسلم على لسان العبد الفقير وعثمان بن أبي العاص ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك المكان الذي يوجعك فيه الذي تتألم منه ضع يدك على هذا المكان الذي تتألم منه طيب كلام جميل قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل بسم الله ثلاثا يعني ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا بسم الله ثلاثا ثم قل بعد ذلك سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وهذا دليل آخر لجواز الدعاء بالأسماء والصفات خلي بالك من دي طلبة العلم خلي بالك يا طلبة العلم يجوز أن أدعو الله بأسمائه وصفاته نعم وصفاته لأن الصفات لازمة للذات لا تنفك صفة عن اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى نعم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر قل ذلك سبع مرات واضب على هذه الرقية وعلى هذا الدواء النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأسكى السلام بل وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ريرة إذا وضع جنبه في الفرش يذكر اسم الله تبارك وتعالى طبعا أيضا هذا أدب نحن في غفلة عنه في الصحيحين من حديث أبي ريرة سريعا لأنهي الحلقة كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع جنبه في الفراش يقول باسمك ربي وضعت جنبي الله باسمك ربي باسم الله ضع جنبك وباسم الله ارفع جنبك باسمك ربي وضعت جنبي فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين هذا أدب وأيضا في مستد الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي يعني أشتكي ألما ومرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل عليه السلام ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل فقال أبو ريره بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك وفي لفظ من كل داء يؤذيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك بل وفي آخر لحظة من لحظات الحياة وفي أول لحظة من لحظات الآخرة ندخل القبور ببسم الله ففي الحديث الذي رأى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول إذا وضع الميت في قبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم أو إذا دفنتم موتاكم إذا دفنتم موتاكم وفي لفظ إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي رواية بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة انتال وقت ولازلنا في البسملة تحدثت عن حكم البسملة مع صورة الفاتحة ومع غيرها من صور القرآن الكريم وتحدثت عن فضل البسملة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن معنى البسملة ما معنى بسم الله وما معنى لفظ الجلالة الله وما معنى الرحمن وما معنى الرحيم أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وعلى القرآن والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان